بس كان فيه ثلاث رسائل كابتر محمود الخطيب قاله ثلاث رسائل كابتر محمود الخطيب وهو بيتكلم كلامه دايماً بيبقى موجه بشكل رسائل يمكن اول رسالة كابتر محمود الخطيب بارك للجيل ده كابتر محمود الخطيب مرة عليه اجيال كبيرة واجيال كتير جداً من اول مكان لعيب لغاية وقتنا هذا هو عارف كويس قوي مين الجيل اللي يصله هيعود افريقيا ومين الجيل اللي ما اقدرش ياخده وكابتال محمود الخطيب قال لك أنا كنت هبقى زعلان لو الجيل ده ماخدش أفريقيا لأنه يستحق ياخد أفريقيا قد أول حاجة وقال رسالة لكابتال محمود وده شرف كبير لهذا الجيل ولازم يكونوا دائما أبدا عند حصن ظن لكابتال محمود الخطيب وحصن ظن كل كل الأهلوي رقم اتنين كابتال محمود الخطيب قال نقفل صفحة الاحتفالات مفيش حاجز مع احتفالات خلاص بتقول أفريقيا بقت ماضي طالما عدناها بساعة بقت ماضي نبص لللي جاي ودي صفة ودي شخصية اللعيب البطل لما يبقى هو القائد اللعيب البطل لما يبقى هو القائد في الحالة دي بيقول كده بيقول ايه بيقول يا جماعة انسوا اللي فات لسه في بطولات جاية احنا لسه مش بيعناش بطولات اللعيب اللي بيبقى مش لعيب بطولة لما ياخد بطولة يقعد يحتفل سنة لدرجة انه يخسر بعد البطولة دي 4-5 بطولات كابتل محمود الخطيب قال لي اللعيبة انسوا ما تفرحوش احنا فرحنا خلاص ساعتين 3-24 ساعة عندنا كاس مصر عندنا سوبر الافريقيا عندنا كاس العلام الاندية بطولة ورطولة وعايزين نجرز القطر نحصد بطولات ونعمل تاريخ لنا نقم 3 كابتل محمود الخطيب قال لهم ما تزعلوش ده قدركوا انت قدر اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي انه ما يحتفلش وما يفرحش افرح بعد ما تبط وتعمل بطولات وزا ما بيقولوا تشيل كقوس بعد ما تبطل ويبقى تاريخ ويبقى تقلق تشهب كبات شايف النادي الاهلي افرح برحتك انما طول ما انت راكب القطر والقطر بيجري انت ما عندكش وقت تفرح طلع فرحتك في الملعب الحقيقة كان 3 سائل انا لما سمعت يعني كابتل محمود الخطيب انا فهمتها ما بالكم اللعيبة اكيد الرسال ده وصلت والنهاردة انا عارف كويس اول اللعيبة بدأت من النهاردة تخش في مود البطولة اللي جاية ان شاء الله المرات اللي جاية